اشتركوا في القناة احنا بيحاربنا احنا يعني كتير من الصناعية بتاعتنا هجروها وراحوا يشتغل سواء طبق وصواء تاكسو كتير او لان فعلا ملقاش في مجاله بقت مواسم بقت تشتغل في المواسم بس ودي مشكلتنا بقت دي مشكلتنا لكن لو هي لو اتمنع الاسترابط طبعا هتبقى حاجة كويسة هتشتغل طول السنة الناس هتفتح بيوت والناس هتعيش كويس وترجع ازا الزمان الصناعية يبقى معاقش ومتوفر هينزل على القوة الشرائية بتاعته هتبقى اعلى بدل ما بيروح يكسر مثلا نعيانه في السنة مرة ولا مرتين لا يكسرهم تلاتة او اربعة مرات هيبقى فيه اللي هي العملية التجارية والشراء والبيع والشراء هتبقى متوفر كتير فده بامر الله احنا نتمنى من الحكمات بتاعتنا النهاية توقفه خالص يعني ما تجيبش حاجة من نوسي اسمها مسمعة حتى نص تصميع نجيب الخامات الضرورية لنا اللي احنا محتاجينها منهم الخامات لكن ما نجيبش حتى نص تصنيع لاني هم دلوقتي التجار والصحابات الورش كتير بيرجاقوا ان هم يروحوا يشتروا فجل هم دي جاهزة خلصة ويجيبوا معاها النعل ويجيبوا حاجتها والكلام ده ويجي الجزير يقفلها بما هوتو قام صانع بقى بما هوتو التفسير دي والمكان جي بما هوتو كل ده وطبعا ده وتيجي الخيصة من هناك فالصعب عايز يكسب او التاجر عايز يكسب لكن احنا اللي بنضيع شوفوا بقى كان واحد بتشرط بقى كان واحد من من اللي في البلد متشرطين بسبب بسبب اللي هو الاستيراد ده فطبعا احنا نتمنى من ربنا ان هم يسمعوا وينفزونا حتى لو حتى على فترات مش هنقول على طول عشان برده تممكن سياسات دول وسياسات حقومة فنتمنى من ربنا ان هم ينفزو حتى لو ينفزوه على مراحل عشان حتى نشتغل ويطلع بكدي تاني بقى جيل تاني من الصناعة وفي صناعة الاحزاء يطلع جيل كويس برضا لان احنا بنعلم بناه اتخبتنا اللي بدل يجي بعدين انا واحد من الناس انا بقولك انا علمت عيالي ثلاث بنات اثنين مخلصين الجامعات واحد واحدة منهم لسه بسنوية عم بقولك في الاول خمس انا كان طالع القول عالجامورية اشتغلت عدالي انا كانت متصورة مكرمة وكل حقيقة اشتغلت عدالي اشتغلت عدالي